يا ترى ايه اكنف كنفة في الكنيه تعالوا نكتشف على الفرازة اهلا بيكو في اول حلقة في الفرازة سريعا كده هعرفكو احنا هنعمل ايه الحلقات الجاية احنا هنجيبلكو احلى حاجة من كل حاجة ممكن تتخيلوها مطاعم سوبر ماركت حاجات كتير قوي بتبقوا حابين تكتشفوها هنجرف في نفسنا الاول ونقولكو ايه هي انا مروان حازم ومن ثلاث سنين قررت ان انا اكون شاف وغيرت حياتي كلها وكرستها للاكل انا الاقشتاء وانا فود بلوجر بقالي كزا سنة وبدي ريفيوز لكل المطاعم وده اكل عيشي طيب انا رأي ان احنا نخش في الموضوع يلا بينا طبعا احنا بقالنا كزا سنة وكزا رمضان والكنافة يعني اتعامل فيها كل حاجة اتعاملت ريت فالفت ونوتالا ولوتس هيفضل لها سنتين ويتعامل لها موكب بكل الابتكارات والاختراعات الغريبة اللي حصلت النهاردة بقى اجبنا لكم شوية كده من الاختراعات الجديدة بتاعت السنة دي وقلنا ايه عشان ما تختروش كتير كمان اه وعشان يعني يعني اللي تلسع من الشربة يمضح في الكنافة في الكنافة اه اه اول النهاردة حاجة معنا والبطل الى حد ما لغيت ما نجربه يعني وهي الكنافة الهاني كامب بالكرامل من نولا يعني في العادي نولا كل سنة بتفاجئنا بحاجة مختلفة مش هنحكم قبل ما ندوق زي ما بيقولوا يلا بينا يلا بينا بس لما بلاقي ان اللي هيجبها يعني يكون محافز على سنان ومفيش حشوة مفيش حاجة عندها دكتور سنة عشان تطلع معاها هي ناشفة شوية هي ناشفة بس وبتلزق ده كثرة السنان يمتر يا وعنا هي عبارة عن كريمة بالكرامل او باللوتوس حا كده طبقة طرف واي عقوي وكرامل وهاني كامب من فوق تقريب بس يا جماعة الهاني كامب انا حاس ان هي كانت يعفام عليهم مقصات مثلا او حاجة حاطينه بس على الوش بس هو الهاني كامب الى الان هو طعمه هو يكفائي ان هو كده ان هو لو تحط في المصف جده هتبقى ناشفة بس هي طعمها حلو بس يعني انا مبسوط ان الهاني كامب مش بحروق منهم دي عاجة غطيفة كنافة نفسها انا حاسس ان هي اللي جواها قليل قوي لدرجة ان هي ناشفة يعني نا باكل كنافة عداية مش حاسها بالكرامل اه ايه مفيش فيها حاجة مميزة تخليني اروح اجيبها مخصوص خلصا كمان حجمها صغير جدا ففورا فاميلي جادنج مثلا لو انا اروح بدي اه ممكن ابطرد بيقول انت جايبه ده ماربوش ادفع فيها مبلغ وابلغ ودي مش كده تجيب لنفسك حاجة حلوة واتسيب نحن اقول له هتدي ريت لي هتدي كم ستة ونص لسبب ان هي بص هي حجمها صغير فهي حلوة برضو لو حد مثلا اتفردين الطعم مش وحش بس هي حتة نهاية نشفة دي سخيفة جدا بصراحة لا انا بقى هديوم خمسة عشان دي عالم كدابة قالوا اني فيها كرامل وهافاش كرامل انا بالنسبالي ما تخدعنيش او الكرامل سكر او الكرامل عبارة عن سكر فانت لو حال لو هي مسكرة خلاص هتحكم النين يعني انا مش حاسة انها هي الكرامل هيبقى فيه جوه كرامل شغالة معايا رايحة جاية بصراحة ايه لا 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 انزل عمت التومس لا 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 والله هي خمسة فعلا لا خمسة انا قلت خمسة كتير جدا فورتوفي يعني لا حرفيا فاردين يعني واحد امراته بس كده العيال مش هاكله البوكو جابكو ازاي وانتو بتدفعو لا لا تسيلش اللي بعد اللي بعد عشان ما نخدشش فيه في حقوق الناس اكتر من كده شلوها احس الحاجات دي خسيلي اموان انت بتخسل اموالك فاية فا تمام ايه ده انا حبتها طيب بصوا دي التيراماسو كنافة من تورتينا اه اه من تورتينا والتيراماسو اساسا بيبقى عبارة عن لدي فنجرز يعني متغطس في اهوة وبعد كده محطوط عليه ماسكربون كده ومرشوش عليه كاكاة من فوق حاجة دلع كده حاجة ايطالي دلع لكل ست بيت ممكن تعمليها بتجيبنا الكيري بس تشتروها ما تعملوش ما تفتوش بغض النظر عن كيري انا بتكلم عن الاصل عشان ايه الاصل برده ودي اساسو حاجة ايطالي كده ودلع يعني تنزل في طبطب كده للمحبين الاهوة بالزيت طعم في رمضان احنا كلنا عندنا فقد في عنصر الاهوة ده فنعوضوا بقى بالايه نشوف ده وهنشوف بقى حلوة الا ايه وهي باين انها حلوة انت متخيل انها بقى ما كده هي بص يا طبقات الكريمة فيها طرية ايه ده دي حلوة هي عظمة في اللي احنا بنعمله ده ان انا هتقوله انها وحشة بس انا الفعل ما بحبش سكرات بس دي مظبوطة عارفين كده ما بتحدق وتحلي وتحلي وتحدق القهوة ضبطة سكرها مش عالي ما بتجزعش سكرها مظبوط قوي اللي هو ممكن عادي ممكن اخلص ده واخد تاني ومش نشوة يعني انا عارفة كلها عادي بالشوكة في حاجات تانية كانت محتاجة شوكة بسكينة والحلويات ايه غير حاجة يعني بتبسط الواحد والتطب عليه كده الطعم لا تمانية لا تمانية انا عايز ادي حاجات تانية عحلة تمانية ونص خلاص مش تمانية ونص خلاص انت طب يا جماعة قبل ما كمل بس وقعد عظم فيها تمام قولولي السعر عشان ممكن اكراها منص ده مش روح التبيع انا مش دفع تمانية انا عشان ازور حد يعمله فيها كده لا ازور حد تعمله جماعية قبلت ما انت روح انا شايف ان الحاجة حلوة والماسكربوني غالية ممكن نقول شوية بس هي ممكن تستحق لو رايح عزومة ناس كتير هتعجبها الحتة دي ف تماما حلو حلو اللي دفع دفع خلاص والله نحب نشكر شركة الانتاج انها صرف علينا من الصريفة يعني القعدة دي بسا مقبلها اكثر من الف ونص عشان سيدي الكتب بستو عشان تعرف انتوا تجيبوا ايه العزومة جاية من غير ما تلبسوا في الف ونص انتوا تعملوا لايك وسبسكراب احنا همضو وانتوا تعملوا لايك وسبسكراب انا حبيتها مالهة حنيينها اول بجوا في ايماله انت ملحيتاش يا محمد لا بس هي احنيينها اول بنت ما تحصل هو انا حبيت اهذيك بهداية يا ترى ايه مع كنافة اسم الله پانوفي ايه يا كنافة من اكوار وانا ليه حسى اللي معدلة يعني انا حاسى معدلة حسابية الشفس اكتهدوا على الاابوار بصراحوا من ثلاثاته انا احب اللي بيكتهدوا عشان يزهروا على السين كده خصوصا القنافة هو شكل الشيف البديد دفعين له ودفعة محترمة فكرر يرده الفلوس بقى من الحاجات اللي بتططب عليه كيبه ده عارفين كده ما بتنزل زفلاتة في زفلاتة كده نازلة بتكافر اللي انت عامله من شوية احي دي احي دي مش التانية خلعت الحشو بتاعي معايا فلوس رايحة دكتور السنين انا مايش هدفع له تاني جرانشي كده وشوكولتي طوام صح لابوار بصراحة يعمله ديل وحدها بعد رمضاني اه بايت كده صغيرة في باج طب حلو قوي وانا دلوقتي محتارم هدي الريت اللي دي ولا هدي الريت اللي دي لان انا قريدي دي مع دي انا مش عارفة قولها اللي هيحب دي ادي له تسعة واللي هيحب دي ادي له تبانية لا بالنسبة لي هي تسعة لان هي بصراحة تجربة لطيفة يعني لو انا مسلا حد ما بحبش الاول زي اللي فتت فدي تعود اوي خلص خلص خليه انا هديها تبانية ومفة وانا تسعة طيب ماش اوك تسعة اوك طرح سعرية كاملة بيزي تلور بقى حاجة لا بجد بجد ان هو ما عندوش حتة الجشعة استنى فكر فيها حلوة بصي اه هي مش وعشة يعني بص له نقسمها امتين وتسعين اسم مية بالنسبة اللي كانت قابلها لا اهمتين وتسعين اللي قابلها بثلتمية حاجة وستين فطبيعي دي لا اه يعني انت متخيلين دي تعمل ثلاثة من صاحباتنا اللي عدت افتازة نولة فلو كل واحد مية لا هي حلوة بدا وكافي عدد يعني دي كافي عدد افراد بس مش من لا نعرفهم يعني لو من الناس اللي عرفها اتنين يقوموا بيا لكنهم مش لا يا لذيذة او انا حاسن ان عددها تبصوا هي عاملة ازاي قد ايه هي حلوة انت لازم تدو بس انت شكلك واخد واحدتين لانك الوش الوش مش واسبون ما انت كربتها لان Brane اهه ه الاختراع ده بقى مختلف شوية مدي بز بوسها يفاتنا مشكناتها اوه وهما نسمينها Black Forest ما سبب التسميع الله أعلم بس جيز عشان فيها twenty elements اللي هو المفروض الكريم والا رب محفوظ بلاك فورست محفوظ شوكولت كريم تشاري يعني كان عندي يسموها تشاري بسبوسة كتبه اوقع حتى كمان غشين في ان مفيش اصلا تشاري فاهم لا اوه فيه 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 لا اوه فيه 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 خمس شريهات فيه خمس شريهات يا جماعة انا بعمل مربة تشاري لازم تقربوه اينا اوالله بي تو بي بقى بي تو بي بس يا جماعة البسبوسة المفروضة ما نعمل كده تبقى مربلة ومفرفتة مش مسكة نفسها دي مسكة نفسها اوي فده ده معنى ايه ده معنى ايه ده معنى ايه ايه بقى مية مسئية عسل في ايه بالضبط ودي مش صح ده اول حاجة هنشوف معجازة عشان يمسكوها يعني يمسكوها ايه هربارة عليها صد عليها حكم ايه لك عشان يمسكوها كونش اول اسمش مقتنع بيها لسبب التسمية بس ان انا راه هروح واطلب حاجة اسمها بلاك فوريست هممتوقع بلاك فوريست بلنا بس رجعنا افسك ملكم ملكم انتو كنتو كويسين في حاجات تانية كنتو عندكو ديرتي كيك دي وكنتو ماشيين وصوقو ماشي انت عملو كده هههههه لأ فعلا لأ مش مخيبة للاماليا بصوا ديوكسικيس نتجبوها ايش بقى فكرة كلها انا في حاجات كتير بتثير تساؤليتي اللي اسمها بلاك فوريست وعليها ورد جوري اه ومعفيش شوكلت اصلا وايه ده انا اصلا 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 انا انا شايف انا اتنين الاحترام اللي الناس اللي اشتغلت اولا عارفوا الاخر معلوماتي كان ان كيلو البسبوسة بعشرين كيلو البسبوسة ده بتجمع بمين ما عارفش ده العد ما بمعاش كيلو والله الاخر معلوماتي كان ان البسبوسة مش غالية مائتين متسعين جنيه دي لو فيش وقت اللي تشاري والكريمة يعني انا موك هستطيع صنات بسبوسة انا عايز تدع علاقتك بحد وشخصيا انا عايز تدع علاقتك بيا جبل دي دي فيك جوازات بتوقف على باكو مائكو باش يا جماعة من الاخر ما فيش حد دافع لنا حاجة وانا حر رأيي فريق الانتاج هو اللي جاي بكل حاجة ولمو اخزة محدش صيد علينا وانا حر رأيي وانا اتنا لقيا حد يدفع استدنا بس لحد ملاقي حد يدفع اللي هيدفع همزبطوا فانا هبتزي راتبها لكم واحدة واحدة يعني انا شخصيا لو هروح اشتري وهدفع اول حاجة هدفع فيها تورتينا هدفع في التراميسيو كنافة وبعد كده هجيب الحانيكم بتاعة لابور لابور بعد كده او مفيش بعد كده هم اتنين اتنين تانين كان سيلوهم بس انا رأيي يعني انا رأيي بالنسبالي البداية او احسن حاجة لابور لان القهوة مش كل الناس بتحب ان هي تاكل القهوة او كده فانا بالنسبالي يعني او يعني الرفرنس بتاعي عندي في البيت وعيلتي وكده هيحب البنافي اكدر وبعد كده تورتينا اللي هي التراميسيو وبعد كده نروح بقى مع بالزبط هم اتنين هم الاثنين التانين لا لا مالهمش تالت ودي بقى اول حلقاتنا في الفرازة واستنونا في الحلقات الجاية بس قبل ما تمشوا اعملوا سبسكرايب وانزلوا بقى في الكومنتس كده قولونا انتوا جربتوا ايه وايه عجبكوا ايه ما عجبكوش سواء من الحاجات دي او لا او لو عندكو اختراعات تانية مثلا بتعملوها جبتوها كل سلاموا انتو طيبين وهتمنا هنا تكونوا ببساط تالي واخدناها كلها طبعية هاي جماعة انا جايلكم بالكفتان يعني انا اقص اجيلكم يعني مش بالبجائم انا جاي بجلب ايه بس لكتوا عفوا على الحوض بقى شغل ومتعالي اقلق اه ايه ما هو الطبيعي الناس بتحلي وهي مريحها بعد ذلك بالزبط بالزبط انا جايين نريح معاكم ونظر معاكم ونقول لكم رأينا في الحاجات متسترش كيف والحلويات دي بقى وانتوا قاعدين كده بتتفرجوا على مسلسلكم المفضل او علينا مسل او علي ايه اخنا مرهم كده بس انتخدم صحيح انا انا اتمنى اكونوا ببسطتوا واستنونا بقى في حلقة تانية كمان في رمضان وبعد كده بقى هنواريكوا بقى قانع بالمجهية في الفراس باي باي لو عجبكوا الفيديو دوسوا لايك وسبسكرايب للجي ام اي عشان ما يفوتكوش ولا حلقة